ملاحظاتك على ما يعني تقوله قنوات أهل الشر في الخارج في هذا السباق الانتخابي وخصوصاً أنه فيه بالفعل إقبال من المصريين في فرحة من الجليات المصرية وطبعاً اتساقاً مع ما كان يحدث قبل ذلك في استحقاقات ممثلة طيب، احنا مش نقدر نفس ما يقال عن العملية الانتخابية الرئاسية دي عن برضو أحداث غزة لأنه هم استخدموا الموضوع ده في الحشد المضاد ومحاولة إفشال كل حاجة فبدايةً هو اشتغلوا على العملية الانتخابية أولاً لدعوة الناس لعدم الذهاب للصناديق يعني تلاقي كل قنواتهم الإعلامية وخاصةً القنوات الأخرى اللي على السوشيال يعني والبرامج القصيرة بتاعتهم والشغل اللي جان الإلكترونية أو الجوش الإلكترونية اللي هم مشكلينها على السوشيال لتشويه الدولة طوال الوقت هو بيحاول هو هنا يعمل عملية إبعاد للناس وتشويه إن ما فيش انتخابات يعني لا انتخابات ده محدش روح اللي يدفع الناس للعزوف عن العملية الانتخابية برمتها طبعاً هو تأكد إنه هيفشل في ده فبيبدأ هو يلعب لعب على حتة تاني بقى حتة صرف الناس عن قضية هو بتهم المصريين بشكل عام يعني قطاع غزة والأحداث دي بتهم العالم كله اللي يشغل العالم كله الآن فبيبدأ هو يتحدث هنا عن توجيه سهامه طوال الوقت للدولة المصرية لا ويقسم نفسه يعني قسموا نفسهم 50% 50% لاحظ ده 50% قولك يفتحوا معبر رفح 50% قولك لا ده مصر هتحاول تهجير الفلسطيني لسينا فحاجة غريبة جداً أنت عاوزنا نفتح معبر رفح ولا نغلق معبر رفح طبعاً معبر رفح مفتوح فهو بدأ يصرف الناس عن طريق هذه القضية للعزوف عن العملية الانتخابية لتشويه الدولة برمتها خلينا نتفق على إن المعبر من اليوم الأول مفتوح من الجانب المصري طبعاً وإنه لم يغلق أبداً سيادة رئيسة الكده وده واضح ومصر اللي قدمته من حجم المساعدات ومن حجم التضحية من أجل هذه القضية محدش قدمه ولا أي دولة في العالمة عملتها وهتفضل طولة عمر مصر السند للفلسطينيين وسند لهذه القضية